لماذا سميت ليلة القدر؟ لماذا سميت ليلة القدر؟ لأن من لا قدر له يكون فيها ذا قدر الله الله من لا قدر له لقصر عمره لعمله لزيادة إسرافه لكثرة ذنوبه لتقصيره هو لا قدر له نعم فيكون في ليلة يدركها ذو قدر امرأا ذا قدر الله وبالتالي هي ليلة قيلة أنزل فيها كتاب أنزل فيها كتاب ذو قدر نعم على نبي ذي قدر في ليلة ذات قدر على أمة ذات قدر وفيها يكون من لا قدر له أعظم القدر والنصير فإنا أنزلناه في ليلة القدر وقيل سميت ليلة القدر لأنها تضيق لأن قال قدرنا عليه رزقه ضيقنا لأن الأرض تضيق بالملائكة الذين ينزلون في هذه الليلة يحيون بني آدم يحيون بني آدم الملائكة لما خلق الله الإنسان قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني شو سوبيهم هؤلاء الله قال لهم راح أشوفكم هؤلاء الذين قلت عليهم كذا كذا فينزلهم في هذه الليلة فيباهي بنا الملائكة شوفوا عبادي هذا اللي قائم هذا الصائم هذا اللي يصلي هذا المسجد هذا اللي يذكر الله هذا اللي يدعو هذا اللي يبتهل مثلكم أنتم مستبحون وتقدسون ليلة يسبحون يقدسون يبكون يدعون يلجأون يتضرعون هذا بني آدم هؤلاء بس الفرق بيننا وبين الملائكة أنه دولا ذو شهوات وغيشوا متجردين عنها بهذا اليوم وذلك طبعا يعني الصالحي بني آدم أفضل من الملائكة كما يقول لأن هناك تحدي عندنا ومعذم تحدي لا يعصون الله ما أمره فهي ليلة تضيق بالملائكة نعم فلما تضيق أيضا هي قدر يعني تضيق هذا التوسع بالمعنى هي تشمل كل هذه المعاني ولذلك أفرد الله لها سورة خاصة هذه السورة فيها معاني يؤكد يعني الآن الإنسان لما يعظم شيء حسب تعظيمة يعني الآن العفو لو أن إنسان قال والله هذا البيت فلاقي أو هذه السيارة فارغة إنسان بسيط ربما نقول لأنه تعجل بهذا الشيء البسيط نعم لما إنسان مثلا ملك أو وزير أو ملياردير أو يقول لك والله هذا الشيء عظيم غير ما يقول للإنسان البسيط نعم نعم إذن هذا يعظم شيء إذن هذا بلغ من الرتبة العليا الله الله العظيم بعظمته وجبروته وكبريائه يقول لسيدنا محمد ولنا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة قدر شي ما ليلة لذا يعني يعطيك من علامة الكرار والتعظيم والتنبيه و siellä يقول بهذا الليلة لا تتشك بالي هذه الكلمة شيخي حضرت كثير بالقرآن وما أدراك وما أدراك وما يدرلك من يقول لك ما أدراك يقول لك من ما يدرك ما يقول لك مثل يعني الساعة فأندرك innovation ثم الله تعالى يقول لك راح أقول لك شيء منها ليلة القدر خير من ألف شهر كما قلت ربما يدل على التعظيم والتكثير وربما يدل على الحقيقة وكلاه ما فيها من التعظيم ما فيها خير تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وهذا هنا أن ليلة القدر هذا ما تفق عليه كما قال تنزيل في حميم أنها فيها تنزيل من كل أمر وهنا قال أمر أن فيها تكتف فيها تنزل فيها الآجال والأرزاق من اللوح المحفوظ إلى الدنيا أن في هذه السنة يكتب فلان يعيش يموت فلان يرزق فلان يمنع فلان يحجف فلان كذا فتكتب في هذه الليلة أرزاق هذه السنة لذلك كان السلف يدعون اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتابة شقيا فاكتبني مرحومة إن كنت كتبتني كذا فاكتبني كذا فيدعون الله عز وجل في هذه الليلة الدعاء فيها مستجاب وربما يقول أحدهم هل يتغير القدر هنا نعم في الحديث الصحيح يتصارع القضاء طبعا هنا القضاء شيء والقدر شيء هنا لما يؤمر الله عز وجل بشيء الدعاء ربما يتعالجان مع القدر نعم يتصارعان طيب فربما غلب الدعاء القدر الله الله ومن هنا قيل تهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء والتالي هنا السهم سهام الليل ربما تصيب في ليلة القدر ليس فقط ليلة عظيم ربما يستجاب لك فيها من الدعاء غير الأجر والثواب والرفعة يعني الإنسان يدخر كان السلف وكان العقلاء وكان الحكماء يجمعون حاجاتهم ويدخرونها يكتبوها حتى لا ينسوها نعم يكتبوها ويكرروها في رمضان لكن في ليلة القدر يكرروها 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 يكثرون ليش لأنها ليلة تجلي الحاج بالدعاء ولله المثل الأعلى نعم نبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله في دهركم نفحات نفحات ألا فتعرضوا لها فلعل أحدكم تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا العلماء يضربوننا مثال وإله المثعلة أحيانا كل مرات الملك الأمير الوزيري يسوي تجوال على مدينة معينة هذا الملك من يجي هسا الإنسان إلى راتب محدد لكن من يتجول وشاف واحد عجب أداء شغلة كذا ربما يصرف له من المكافأة ما يعد الراتفة بالدهر كل زيان العمر كل هذا أنطو بيت بكذا مليون أنطو كذا مكافأة مال كذا شهر وإذا يغدق عليه عجب بهذا العرض نعم فهذا يقول لك فإن لله في دهركم فتعرضوا لها يعني شوف الله بهذه الليلة الذي يتجلى شوف شغلك الله يقول لك ارفع لبرقياتك شون يجي واحد ملك يقول لك شعندك طلب جيب شعندك فايل جيب نعم جيب للفايلات كونه وقع كان هسا موافق ومستثنى وكذا هذا هنا بهذه الليلة الله يكتبك إياها شيد عندك فايلات رفاح شعندك عريضة رفاحها شعندك طلب رفاحها الله شيخي الله شكرا لك شكرا لك